تتواصل فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري السعودي فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي ويجرى تنفيذه على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية تضمنت المراحل الأولى للتدريب عقد العديد من المحاضرات وإجراءة التلقيل لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ما وصلت إليها العماصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام بما يظهر مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكدى البلدين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتلي وقدرة على العمل المشترك تحت مختلف الظروف